مساء الخير من جديد زميلتي الدكتورة ميساء خضرهية استشارية النسائية والتوليد وماشاء الله سيفي عامر عندنا اليوم رح نحكي معها في أمور تتعلق بمرحلة ما قبل الحمد خلينا نرحب بالدكتورة ميساء مساء الخير دكتورة أهلا وسهلا فيك أنا في كتر عبدالله شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا فيك أنا عارف جدول الأعمال عندك ما شاء الله فل لكن الله يعطيك ألف عافية شكرا لتواجدك معنا دكتورة عشان نكسب الوقت إحنا بدنا نحكي في مرحلة ما قبل الحمل وهاي شغلاتي كثير مهمة كثير من الناس اللي بدهم يبلشوا يجهزوا للحمل تهمهم هاي المرحلة شكرا إليك أول إشي شكرا على التقديم وعلى السيفي وعلى كل شيء أضافوا الأجواء عنكم بالستوديو دايما رائعة من نحكي عن مرحلة ما قبل الحمل وهي حلقة سعيدة فبحب نبلشها بسعادة الحمل حدث سعيد وأي زوجين بيتزوجوا بيكون يعني بجوز يفكروا أنه بدنا نحمل فبجوز عشان للحصول على حمل سليم قرروا الزوجين أنه بدهم يحملوا في أشياء لازم يعملوها قبل عشان يكمل حمل سليم وصحي بمعنى الأعراض تكون أقل إشي وتؤدي إلى ولادة طفل سليم نبلش بالعدادات اليومية ومنها أنه نحافظ على غذاء متوازن نكتر فيه بروتينات ونخفف الكربوهايدريات نحافظ كمان على كميات عالية من المي المحافظة على الرياضة اليومية سواء المشي وغيره في فيتامينات لازم تأخذها المرأة ما قبل الحمل منها الفيتامين أهم واحد منهم الفوليك أسد لأنه بمنع تشوهات العمود الفقري فهذا جدا مهم أنه تبلش قبل الأشياء المهم تطلع عليهم كمان المرأة إنه تأخذ اللقاحات اللي هي الفاكسينيشن أهم لقاح هو الروبيلا اللي هو الحسب الألمانية بجوز سارعنا هلأ توعية أكتر نحن بنشيك عليه بالحمل أو بنشوف شو هو هلأ سرنا قبل الحمل إذا المرأة يجتنا كثير كويس تعرف أنه عندها مناعة لإله لأنه إنه مشاكل إذا ما كانت مصابة ونصابة الحلل بأثر على البيبي من بعض النصاح أنه كثير ناس هلأ ساروا يربوا حيوانات عندهم بالبيت هلأ إذا كانت الحيوانات هاي سليمة ومطعمة وما يأخذوا كل الفاكسينيشن هذا ما بيخوف لكن إذا كانت مش منطعمة مش أبتو ديت يجب الحذر من هذا الموضوع في بعض الحالات يمكن هاي هي أهم ملاحظات لما أبقى طيب إحنا جهزنا الآن لمرحلة ما قبل الحمل أوكي وتأخر الحمل كويس حكاية تأخر لأنه قدي تأخر أوكي فهي هاي العامل الأساسي اللي نفكر فيه هلا الحمل لنسبة الحمل الشهرية 20% ودراساتي بتحكي إذا جبنا ميت شق تزوجوا اليوم فرصة أنهم يحملوا شهريا بس 20% بمعنى لو استنينا لستة شهور أكتر من 50% رح يكونوا حوامل تمام وبعد السنة 50% فعادة قبل السنة ما بنقلق يعني بعد السنة هلا أكتير بيجيني مرضة بعد شهرين حاولنا شهرين ثلاثة دكترة ما تزبط بكير في حالات يمكن تستدعي أبكر اللي هو عمر الزوجة تكون متقدم عادة معنا كلمة متقدم كبابي أول فوق الأربعين يكون الزوجة عارفة عندها مشكلة من أول تشكي من آلام أو عدم انتظام الدورة الشهرية أو أي مشاكل أخرى أو يكون الزوجة يعاني من مشاكل عامل فحصات قبل وعارف عنده مشكلة يعني نطمنهم يعني لو تأخروا لغاية سنة ما يخافوش كثير بالزبط إذا ما في مشاكل أعراض ما عندها أعراض ولا عنده أعراض أبدا ما يخافوه حدث سعيد وزواج حدث سعيد أنا أقول استمتعوا بالعكس يعني كويس يتأخروا سنة حتى أنه فرصة يتعرفوا بعض هل في أسباب لهاي الحالة أنها يصير في مثلا نحكي هذا التأخير نعم تأخر الحمل ينتج عن إما الزوج أو الزوجة أو السبب التالي بنسميه عقم غير مفسر وغير مبرر تقريبا الزوج والزوجة مسؤولين عن بالتساوي عن العقم معنى 40% ب40% لأنه في 10% بنسميها اللي هي الزوجين بيكون عندهم مشكلة بسيطة و20% من حالات بنسميه عقم غير مفسر وغير مبرر بالمرأة الأسباب العقم منها عدم الإباضة أو عدم انتظام الإباضة خلينا نحكي معنى الإباضة ما عم بتصير بوقت معين أو عم تتأخر الإباضة أسباب أخرى تتعلق بقنوات فالوب تكون عاملة عمليات قبل صار عندها التهابات في قنوات فالوب أحد الأسباب الثانية بطامة الرحم الهاجرة وأسباب أخرى قليلة تتعلق بالرحم زي منسمع عن الألياف أو منق الرحم هاي أحد الأسباب اللي للمرأة الرجل في أسباب كثيرة زي ما حكيت الرجل كلمة عقم كلمة كبيرة وما بحب أحكيها كعقم لأن العقم معناها استحالة الحمل إذن هو تأخر تأخر الحمل إنه صار تأخر فمنشيك الرجل كثير في أسباب منها أي دواء ممكن يؤثر ويغيرنا شوي بالسائل نووي للرجل ممكن كمان الدوالي شائعة جدا بالرجال اللي بيعانوا في تأخر الحمل علاجات سابقة كالكيماوي والأشعة للمنطقة ممكن تأثر طبيعة عمل الرجل الناس اللي بيمشوا بعدوا فترات طويلة زي المسافات طويلة ممكن يكون بيأثر برضو نصيح بنعطيها للشباب اللي بيستخدموا اللابتوب دايما ما يحطوا على رجلي بشكل مباشر خاصة الناس اللي دايما مستخدمينه هاي من الأشياء اللي بتأثر جز تأثير بسيط بس نحن نمنع حتى التأثير البسيط صحيح طيب التدخين شو أخباره عشان يعني حكينا وحكينا تكياني أدعمه ولا أمنه لا لازم نمنعه لازم نمنعه التدخين أكيد بضر في دراسات بتقول إنه إذا كان الزوج والزوجة بدخنوا بيقل نسبة الحمل بنسبة 50% فالتدخين مهم جدا وللزوجين التدخين بيأثر على كتير عوامل بالسائل المنوي بيأثر كتير للمرأة بالإضافة لأنه حتى لو صار حمل فيه له مشاكل على الحمل نفسه تمام طيب وبرضه سؤال أنا راح أسأله مين بحدد جنس الجنين الرجل أم المرأة عشان دائما فيه لوم ونحن اليوم نكون نصغيرين للمرأة أوكي والإشي اللي بحدد جنس الجنين هو الله سبحانه وتعالى نعم صحي صحي الإشي التاني جينيا هو الرجل طبعا اللي بحدد الجنين هو عبارة عن عبارة عن بويضة لتقط مع سائل المنوي البيضة دائما تحمل الكروموسوم دائما كل النساء هي X بالرجل قد يكون الحيوان المنوي يحمل الكروموسوم X أو Y بمعنى قد يكون ذكرة أو أنثى فهو الرجل بالمجمل هناك الكثير حكية عن أنه هل المرأة لا تستقبل الحيوانات المنوية الذكرية بصراحة أنا ألاقيها بمجملها غير مسنودة بأثاء بأساس علمي ففي كثير حكية أنه تحديد الجنس عن طريق أخذ علاجات معينة لا يوجد إثبات علمية يتحسنه قليلا ولكن بالمجمل الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس وكونه نحن نتحدث عن الرجل هو المسؤول الأخبار الصحة النفسية على المرأة المقبلة على الحمل ولو حتى كمان صار الحمل هل فعلا فيه تأثير نفسي لتأخير الحمل يحدث مئة بالمئة الحالة النفسية للزوجين ليس فقط المرأة مهمة كثير وكثير الناس تسمع جملة بالعامية بحكوها انسي الموضوع بتحملي وعن جد بشوفها كثير بمرضاي ومش موضوع اعتباطي الحالة النفسية بتعرف دكتور مربوطة مع غدة ما تحت المهاد الهايبوثالمس والهايبوثالمس بتأثر على الهرمونات اللي بتعمل الإباضة ففعلا بيأثر بس الإشي المريح إنه عادة ممكن يصير تأخير بالإباضة أو عدم انتظام إباضة مع الوقت جسمها برجع بتعود على التوتر يعني فبتنحل بتنحل القصة تمام طيب أنا أتوقع في عنا مجهزين لفقرة خرافات في طب النسائية خلينا نحكي خلينا نشوف جهزو لنا هالخرافات هاي خلينا نشوفها طيب الخرافة الأولى طيب إحنا الآن عبل ما تجهزلنا الخرافات الأولى هي شكلها بتخوف الخرافات جهزت إذا لم تتناول ما توحم يعني لو ما أكلت توحمت على فراولة توحمت على فزدو وما أكلت بظهر على الطفل وحمة على شكل نوع الفاكهة تفضلي زي ما بيقوله اسأل مقرر وبتسألش حكية هون بزلط يعني ما ما في أساس علمي للموضوع صراحة يعني ما في أساس علمي أو بحث عمل عن الموضوع هي أكثر منها إشاعات أكثر منها أي أي شيء تاني بس أنا صراحة بحثت شوي على الموضوع ما لقيتلوش أي ما فيش إلو أي أساس بس هو شائع ترى مش بس عنا بتستغرب حتى بالزقافات الغربية في عندهم نفس المبادئ يعني نفس يعني نشوفي هون هيك لطشة حمراء لطشة حمراء هون تنساش نحن هيك توحمة على فراولة آه منقدر أن نتخيل يعني يعني فأنت مثلا بتكون توحمة على فراولة بطلع لها إشي هيك بدوسة هاي هي فراولة طيب خلينا نشوف الخرافة الثانية طيب الخرافة الثانية حكيناها هاي الفراولة نشوف اللي بعدها إحساس الحامل بحرقان المعد ناتج من شعر الجنين يا ساتر آه مزبوط بحكي إنه مش مزبوطة الإشاعة طبعا مش مزبوطة الإشاعة يعني كتير شائع يعني بقولك إذا كتير في حرقة بالمعدة إنه عند البيبي شعر كتير بتذكر كنت بأستراليا وممرضة حكيت لي نفس المعلومة كان عندي كتير حرقة يعني من تجربة شخصية بي الأول اللي كتير كان عندي حرقة طلع أصلا أنا تجربة شخصية والتاني عنده شعر كانت العرادة أقل برضو مرة تانية بس الحرقان هو إشي شائع عند المرأة الحامل شائع بخففه تغيير العادات الصحية خلال الحمل إنه العادات الغذائية عدم أكل الوجبات كبيرة بله أحنا نحكي عليها بسرعة هاي كيف يعني ممكن نخفف من الحرقان عند المرأة الحامل يفضل إنها ما توقع الوجبات ضخمة كبيرة تجزئها يفضل خمس وجبات باليوم والوجبات بنعني تو سناكس بالنص يعني والوجبة ما تكون تقيلة قبل النوم والتمدد بساعة على الأقل ما تكونش ماكلة لأنه هذا بزيد الفكرة بالحمل اللي بصير أول إشي بتزيد إفرازات المادة الحمضية بالمعدة واحد والإشي الثاني بصير الارتخاء بصمام المريء هذول بزيدوا الارتداد وبتزيد الحموضة فإنت عشان تتجنبهم ما تحط نتمنيش معدتها كثير وبنفس الوقت ما تستلقي عشان ما يصير فيه ارتجاع تمام طيب خلينا نشوف كمان خرافه يلا إذا كان بطن الحامل بالعرض حامل ببنت بالطول حامل بصبي يا سلام صارت معاك هاي الشغلة والله لا أنا عمري ما لاحظت بس كثير نسمحهم والستات الكبارة بس نسمحهم بيكونوا مقتنعين وبطنها لتحت وبطنها لهون بتزبط معاهم يعني بيجونا كتير بيحكوا أنا متأكدة وحتى في ناس بنشوف لهم نحدد لهم الجنس على الجهاز يعني قلهم هيك بس لأ إمي متأكدة بتقول هذا ولد شكل بطن خلاص بصمت فيها في يعني إشاعات أكتر ما إنه في إلى أساس طب في كمان إشاعة بتحكي لك كلي عنك وعن اللي في بطنك هاي الإشاعة التي دمرتنا صح أكيد لا صراحة البيبي بأخذ غذاءه من الأم على حساب الأم فمعنى الأم تأكل أكل متوازن وصحي ولا تحافظ على وزنها ومن الأشياء الخطأ الشائعة كنا زمان نحكي عن وزن كتير بيعتمد زيادة الوزن بالحمل على الوزن الأساسي للأم نحن نقول معدل من 8 إلى 12 لكن إذا كانت الأم مبلشة بوزن زايد عن طبيعي بمعنى معدل الكتلة عندها عالي بالعكس بجوز بقدر تنزل حالها بالحمل شوي فإنه هاي كلي عن ابنها قطع شاعر يعني كل صحنك المعتاد أيوة بالظبط طيب دكتورة بنا نستأدنك نشوف سؤال هذا السؤال إحنا هرح نفتح باب الاتصالات عشان نربح فخلينا نشوف السؤال أنا وإياك السؤال الأول نصيحة للمرأة الحامل طيب فين السؤال بدنا نصيحة من المرأة الحامل عشان نربح الناس طيب يعني إحنا رح ناخد اتصالات على هذه تمام يلا بدنا منك دكتورة إحنا يعني نسأل السؤال ومنجاوب وإحنا مع بعض ما بنغششش يعني ما بنغشش إحنا بدنا نحكي عن نصائح للمرأة الحامل أول إشي تستمتع هي معجزة من الله والاستمتع بالموضوع مش كتير سهل أولها بس أول بيبي دائما هو سر ببطن ما بتكتشفه وهي تفكر بهاي الطريقة وتستمتع وزي اللي حكينا فيهم تمارس حياتها بطريقة طبيعية تحافظ على الغذاء المتوازن تحافظ على الرياضة وهي إشي شائع أنا بعرف إنه عندك فقر عن رياضة فمش رحكي كتير بالموضوع رح نركز على موضوع الرياضة لأنه الحامل أول ما تحمل خلص بطل تتحرك بالضبط برضو كمان لا ترهق نفسها نامي منيح نامي منيح تخفف من أعباءها المنزلية والعمل إذا بتقدر وحكينا عن الأكل الغذاء الصح المتوازن وإنت حكيت عن الزوج يخفف توتر عليه بظهط وبس وتمارس حياتها بصورة طبيعية بشكل اعتيادي طبعا تحافظ على الزيارات الدورية يعني سواء كان بيبي أول ولا يعني عاشر بيبي المهات أحيانا بصيروا متعودين فالزيارات الدورية للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة مهم جدا خلالها نحكي عن الزيارات الدورية هل كل شهر هو لازم تزور كل أسبوعين باعتمد تقدي فترة بالحملية في الفترة الأولى من الحمل ممكن زيارة شهرية لعند شهر السابع كل أسبوعين نشوف المريضة لأنه بتكسر مشاكل أخرى مثل تأخر النمو بالتاسع بعد 36 أسبوع يجب أن تكون زيارات أسبوعية للطبيب تمام طيب في معنى صار اتصالات هاي أول اتصال جهز معنا أول اتصال طيب شو بدنا نعرف في الاتصال الأول شو نربحوا شو رأيكم طيب إحنا حتى يجهز أول اتصال أنا الشباب الكاميرا تحدونا ناكل الكيك وإحنا على الهواء شو رأيك إنه ساعد نكع الغداء الصحي وإسخلي ما إحنا لأنه نعيد الأم اليوم كل عام وإنت بخير وبحب بها المناسبة أعيد على والدي العظيمة كل عام وإني بخير وخالته حماتي عندي بالبيت كمان بعيد عليها وبقولها كل عام وإنت بسحة وسلامة إن شاء الله وإنعاد عليكم معايد عليك إنت كمان الله يسعدك وإنت بقى الخير شكرا لإلكم الله يخليك بأكل أنا كيك صغير هو هذا أسهل إشي معلش يا سلام أنا بقدرش على الكريمة والأشياء هاي إحنا بنشكر روان كيك إحنا روان روان سويتس على الأشياء الزاكية اللي عملنا إياها بس يعني هاي كالوريز عالية راح تكون بس معلش أشعيد الأم يعني مسموح من مشيها أنا والله سلام صعب أروح على الكريمة فخلينا على طيب بجهزوا عندنا اتصالات إحنا عشان نربح الجائزة الأولى ولا بتحب وناخد وقت شوي وناخد ضيفتنا الثانية طيب إحنا حتى تجهز الاتصالات أنا دكتورة ميسا أنا بشكرك أتواجدك معنا معلومات تقيمه وإن شاء الله يا رب كل الناس المشتهية حمل ربنا يرزقهم إن شاء الله يستمو دكتور عبد الله شكرا كتير لإلكم ومرة تاني بحب أعيد عليكم كلكم وشكرا لكم على البرنامج اللطيف جدا شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم نحن نطلع الآن في جهز اتصال يلا أعطينا الاتصال ألو 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 روان سمعيتني سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك وعليكم السلام اسمعي من التليفون وسكري وطي التلفزيون سامعيك يا روان الله يعافيك أهلا وسهلا روان إحنا كان سؤالنا نصيحة للمرأة الحامل خلينا شباب في القلري ارجعوا اخذ الاتصال كمان مرة خليني أطلع الآن بفاصل مع ريم الناصر وراح نحكي عن رياضة المرأة الحامل يلا